موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله سنتحدث فيها عن تفسير مجموعة من الآيات القرآنية التي تحدث فيها سلفنا الصالح المفسرون الكبار وسنعتمد فيها أيضا على ما كتبه الإمام عبد السلام ياسين في كتبه الذي عمل على فهم وتنزيل هذه الآيات القرآنية على هذا الواقع المتغير الذي نعيش فيه في هذه الحصة الحصة الأولى سنبدأ بآيات بينات من سورة البلد والتي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى فلقت حما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم زي مسغبة يتيما زى مقربة ومسكينا زى مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة قبل هذه الآيات الحق سبحانه وتعالى في بداية سورة البلد يتحدث فيقول أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدَى أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ هذه الآية قيل بأنها نزلت في أبي جهل وقيل بأنها نزلت في الوليد بن المغيرة هذا الرجل يزعم بأنه أنفق مالا كثيرا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصد عن دعوته فجاءت هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل ليقول الحق سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة إلى نهاية الصورة فلا اقتحم العقبة اللام هنا قيل بأنها للنفي بمعنى أنه لم يقتحم هذه العقبة ولم يطعم المسكين ولم يطعم اليتيم ولم يفك الرقبة ولم يؤمن مع من آمن ولم يتواصى ولم يصبر وقيل بأن اللام هنا فهي للتحريض والتحديد وخالف بعض النوحات فقالوا بأنها لا تفيد التحديد ولا التحريض العقبة ما هي سلفنا الصالح قالوا بأن العقبة هي نار في جهنم قيل بأنها هي الصراط قيل هي الميزان قيل هي الحشر فتم اختلفوا هذه العقبة التي يجب على الإنسان أن يقتحمها أهي في الدنيا أم في الآخرة فاختار مجموعة من سلفنا الصالح بأن هذه العقبة هي في الحياة الدنيا والراجح أنها في الحياة الدنيا والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال وما أدراك ما العقبة ذكر فك رقبة والإطعام ثم التواصي ثم فهذه الأشياء لا تكون إلا في الحياة الدنيا الأستاذ عبد السلام ياسين نظر إلى هذه الآيات نظر إجمالية كلية في صياق تربية الفرضي وفي صياق تربية الأمة جمعاء ثم نظر إليها نظرة جهادية أي كيف نخرج بهذه الآيات وبغيرها وهي نبراس لنا في الطريق كيف نخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما هي عليه الآن إلى العزة المنشودة إلى الخلافة الثانية على منهاج النبوة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الذي رواه الإمام أحمد يقول الإمام عبد السلام ياسين بأن اللام هنا فهي للنفي كما قال سلفنا الصالح وهي للتحريض وسواء كانت للنفي أو للتحريض فهي دعوة للإنسان ليقتحم العقبة عقبة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى فك رقبة هذه تحدث عنها سلفنا الصالح فحصروها في جانب فرضي ألا وهي تحرير هذا الإنسان من الرق الآن الرق لا يوجد فكيف نفهم فك رقبة في واقعنا الحالي فك رقبة الآن تفهم على أن تحرير للإنسان من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى فكيف نعمل على ذلك ثم تحرير إرادة الإنسان ليكون ذا إرادة مستقلة قال الحق سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم زي مسغبة يتيما زا مقربة أو مسكينا زا مطربة لا يمكن أن نتناول هذا الإطعام في سياقه الفرضي وإن كان فهو من أجل القربات الله تعالى أن نطعم المسكين وأن نطعم الفقير لكن إذا خاطبنا الإنسان المسلم المعني بهذه الآية فنحن نخاطب فيه أنانيته التي يجب أن يخرج منها وأن يطعم هذا المسكين وهذا اليتيم وفيها نداء ضمني للأمة جمعاء أن تقتحم عقبة الاقتصاد فتحقق الاكتفاء الذاتي لأبنائها فلا يبقى هناك محتاج ولا يبقى هناك سائل قال سبحانه وتعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الخطاب موجه للإنسان الآن فكيف سيتخلى هذا الإنسان عن أنانيته عن كبريائه عن جاهه ثم يلتحق بجماعة المؤمنين فيؤازرهم فيصبر معهم ثم يتواصى معهم بالمرحمة فيكون رحيما بهم ويكون رحما به فإذا ما فهمنا هذه الآيات في صياقها الكل نكون قد عملنا على تنزيل هذه الآيات على هذا الواقع المتغير الذي نعيش فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة